تزامناً مع احتفالات مصر بأعياد النصر أكتوبر المجيد أطلقت الدولة تشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان بئر العبد بطول 100 كم بسيناء كمرحلة أولى يمتد بعدها حتى يصل للعريش ثم إلى طابة يعد المشروع جزءاً من خطة الدولة لتنمية سيناء في مختلف المجالات إذن هو عبور جديد لمزيد من الرخاء والبناء والتعمير فبعد توقف دام لسنوات طوالة خضت فيها مصر حرباً دروساً ضد طيور الظلام حتى قضت على جميع مفاصلة عادت من جديد لتخوض معركة البناء والتنمية وتزامناً مع احتفالات مصر بأعياد نصر أكتوبر المجيد أطلقت الدولة تشغيل التجريبية لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان بئر العبدة بطول مائة كيلومتر بسيناء كمرحلة أولى يمتد بعدها حتى يصل العريش ثم إلى طابة ويعد المشروع جزءاً من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كفة المجالات بالإضافة إلى أن إعادة التشغيل سيخدم منظومة نقل البضائع وسيخدم أيضاً التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء شهد افتتاح الخط الجديد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقلة وبرفقته محافظ الإسماعيلية ومحافظ شمال سيناء وأيضاً المهندس محمد عمر رئيس وهيئة السكة الحديدة وعدد من قيادات السكة الحديدة النهاردة نقدر نقول لأي مستثمر تعال ادخل اتفضل نقدر نقول للمصريين اللي موجودين في الوادي والدلتا أهلاً وسهلاً تعالوا اتفضلوا كل وسائل المواصلات عبر ست أنفاء ست أنفاء أسفل قناة السويس أقامتها الدولة المصرية بتوجيه من رئيس عفتاح السيسي كنا الكلام دا متخطط من 2014 منذ تولي سات الرئيس في 30-6-2014 كل الكلام اللي انتم بتشهدوه تشهده كان مخطط من 2014 عملنا الأنفاء عملنا الطرق كل مزار التنمية الأخرى من المستشفيات لجمعات لمدارس لطرق لزراعة كل الكلام دا اختتمت بأهم حاجة بقى تربط كل الكلام دا وهو قطار التنمية هذا وقد تم التوقف بكل محطات الخط في القنطار شرق وبالوظة وغيرها انتهاءا بمحطة بئر العبدة وكان في استقبال الوزير والمحافظين والزوار لثيف من القيادة المحلية والشعبية بشمال سيناء